هنتكلم في شوية نقاط أكيد جوه الحلقة عن اللقاء وعن شوية تفاصيل لكن لو أنت الآن على أشرف بن شرقي أعتقد أشرف بن شرقي كان ممكن النهاردة يأثر تأثيرا إيجابيا لو كان شارك هو خرج بيبكي البكاء بتاع بن شرقي النهاردة هو ألأ نحن كمان لأنه لو عضلة فما أعتقدش أن الموضوع هيبقى بهذه الكمية من البكاء يعني لكن هو طلع فعلا عضلة ضمة لكن هو اللاعب زعل لأنه نستعد للمباراة وفجأة قبل المطشب حوالي ربع ساعة بس بيخرج وبينزل مكانه زيزو اللاعب الفعال اللي يعني مفيد كان للزمالك النهاردة لكن مش فيه مش يعني مش أحسن حاجة ممكنة اتقدمت النهاردة على أي حال طيب تعالوا بقى نقول لكم أنه غير إن الزمالك النهاردة ما حسمش التأهل ففيه متأهل رسمي جديد بعد ما زنبي أول المتأهلين وسانداونز تاني المتأهلين من الجولة اللي فاتت من الجولة الرابعة نهاردة من الجولة الخمسة الوداد البيضاوي المغربي هو ثالث المتأهلين كسب اتحاد العاصمة تلاتة واحد في الشوط الأول سجل تلاتة ونمع عليهم إذا جي فيه مرمى هدف الشوط التاني فخلاص شكرا متأهل برفقة نفس في نفس المجموعة فريق سانداونز اللي كانت أهل من الجولة الماضية الكلام عن الوداد بقى طبعا هتكلم جوه شوية على الأهلي وعلى الزمالك وعلى الفرق الأفريقية لكن بالكلام عن الوداد مبارح كانت القصة بتاعت الاستبدال فتح باب الاستبدال الأفريقي عشان تعرف فيه عندنا استبدالين في مصر كانت الأندية بعضها عايز الاستبدال يتفتح وبعضها قال لأ نمشي على نفس النظام بتاعنا وفي أفريقيا بعض الأندية كانت بتطالب بالاستبدال ومبارح الاتحاد الأفريقي أرسل للجميع تمام يا جماعة فيه استبدال والاستبدال ده مشروط الاستبدال ده مشروط إنك لو هتطلع واحد من قيمتك لازم يكون ما لعبشه ولا دقيقة في المباراة ولا مباراة ولا أي دقيقة يعني لو لعب دقيقة في مطش وانت بتنزله عشان تديله مكافئة المطش بقى ده ما ينفعش يخرج مكمل معاك لنهاية البطولة وإنك تجيب واحد كمان ما لعبش في نفس البطولة أكيد يعني ولا أي بطولة قرية فالشرط ده خلى أندية ممكن تستفيد بأن هي تضيف 3-4 لعيبة وأندية تانية ممكن تضيف لعيب وأندية تانية مش ينفع تضيف ولا لعيب ولا لعيب أصلا ينفع يتضاف غير إن أنت طبعا بتكون مقايد أنت ممكن من بداية الموسم تكون مقايد 20 لعيب بس 24 لعيب بس فيبقى لك 6 مع الستة دول عندك استبدال تخرج واحد من 24 ففيه أندية بقى عندها عدد كبير وأندية بقى عندها عدد قليل الزمالك استفاد من القصة ضيب إنه كهرباء مثلا لما لعبش ولا مطش والزمالك كان أخطأ لما أيده بداية الموسم فبقى دلوقتي ممكن الزمالك يخرجوا فمثلا يعني أريد بديك مثال لكن الأهلي مثلا كان أشرك صالح جمعة في مطش اطلع بر مطش كان أي كلام والأهلي كسبان بنتيجة كبيرة رح منزل صالح جمعة رح كده صالح محسن نفس القصة اللي غالبا هيمشي لكن ده ممكن يعطل الأهلي شوية فكرة أنه بقى مضطر يكمل معه في أفريقيا فماشي كده مبارح الأهلي اعترض الزمالك طبعا بشكل طبيعي جدا خبر يسلج الصدور في الزمالك لأنه القصة انت بعد ما كانت قايمة مقفولة وكمان فيها لعيبة أساسا مش موجودين معاك زي أي منحفني وكهربا بقى لأ ممكن تطلع أي منحفني وكهربا واتدخل مكانهم أسماء طبيعي جدا الزمالك يبقى مبسوط الأهلي طبيعي جدا وكمان يبقى زعلان لأنه أنا ما كنتش أعرف فحصل اعتراض تصريحات الكابتن سيد بحفيز أنا متفق معاه أن القرار ليس منصفا لأنه جاي في نص الموسم وأنه يعني مشروط مش مفتوح للناس كلها لكن في ناس استفادت وناس ما استفادتش فاللي مستفيد ما ينفعش تلومه في الآخر أنت ممكن تلوم اتحاد الكرة الإفريقي على النقطة زي دي والناحية الثانية كابتن سيد الجزء الثاني من تصريحاته اللي أنا يعني مش متفق معاه أنه الوداد والترجي أو على أقل ما عنديش معلومة يعني هم الأكتر اتنين مستفيدين وأنهم عارفين وعندهم معلومات وأنهم أصلاً اللي غيروا اللايحة مدام ما عندناش معلومات موثقة يعني فمهم أن احنا نبقى وارفين عنها مع الوضع في الاعتبار أنه الكرة الإفريقية بتدار بفكرة النفوذ اللي عنده نفوذ أكتر هو اللي يعرف يضغط أكتر للحصول على سواء حقوقه أو على الحاجات اللي ممكن يخليها حقوقه بالمناسبة يعني لكن على أي حال كده الزمالك عنده مطش إن شاء الله قبل المطش ده يكون حسم التأهل الأهلي على الجانب شكراً للمشاهدة